على همش اجتماعات الجمعية السادسة والاربعين بعد المية للاتحاد البرلماني الدولي عقدت جلسة نقاشية حول إجراءات البرلمانية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي حملت عنوان ترجمة الالتزامات العالمية إلى التدابير وطنية نعم واستهلت الجلسة بالحديث عن حماية التنوع البيولوجي حول العالم ومخاطر نقص الأنواع الحيوية على كوكب الأرض إذ استعرض البرلمانيون المشاركون في الاجتماع من مختلف دول العالم المشاكل البيئية التي تواجه بلدانهم وتبادل مختلف الأفكار والاقترحات التي تصب في حماية التنوع البيولوجي وكوكب الأرض كما تمت مناقشة التشريعات والسياسات الدولية التي من الممكن أن تساعد على حل هذه الأزمة البيئية هذا وتترجم الاجتماعات حرص مملكة البحرين من خلال اجتماعات الجمعية السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي على السعي إلى إيجاد مختلف الحلول الاستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة لتحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة اجتماعنا اليوم كان عن تنوع البيولوجي وتأثيرها على المنطقة التي تسكن فيها ودور البرلمانيين يجب أن يكون لنا دور البرلمانيين في توجيه تنوع البيولوجي لأن التنوع البيولوجي شيء مهم وأساسي للإنسان والمنطقة التي أعشون فيها لذلك اقترحنا في بلماكن يكون السبب تلوث يمكن وقف تلوث في المناطق لدينا المصانع وحياة تكون في سوضييج هذه الأمور تأثير على الكائنات الحياة في المناطق لأن المناطق السكني بالأخص المناطق السكنية ونحاول بمستخدام البرلماني يدخل لأن كل إنسان هم العنصر المهم وأساسي في الحياة هذه الاجتماعات مهمة للغاية ففي اجتماع اليوم نتكلم عن حماية التنوع البيولوجي حول العالم إذ نرى أن هناك علامات خطيرة بأن هذا التنوع يتلاشى ومن نراه في النهاية هو سلسلة من الأنواع الحية المعرضة للخطر والتي يمكن أن نؤدي فقدانها إلى كارثة على كوكب الأرض لذلك تأتي أهمية هذه الاجتماعات التي قامت مملكة البحرين بعمل رائع بتنظيمها حيث أتاحت لنا تبادل الأفكار المهمة حول حماية التنوع البيولوجي لهذا الكوكب والعودة إلى بلداننا والعمل على تحقيقها اليوم نتحدث عن التنوع البيولوجي وعندما نفكر في هذا الموضوع فنحن نفكر في سبل عيشنا فالحاجة لحماية أراضينا من التلف بجميع أشكاله ومواجهة التغييرات المناخية أمر مهم جدا ولأجل ذلك من واجبنا كبرلمانيين أن نعمل على ضمان معالجة هذه القضايا حيثون قد تخلصت بجميع الأفكار المستخدمين تحقيق بجميع الأفكار المشاكل لكنها تحقيق سيميئة مستخدمة توقع